وراء كره الفرس لرموز العرب الجواب بسيط يكرهون الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أطفأ نار المجسية في معركة القادسية والمدائن وأدخل بلاد فارس إلى الإسلام أي لو كان الفرس حقا مسلمين لقدسوا عمر لأنه أخرجهم من الظلمات إلى النور يكرهون أبو جعفر المنصور لأنه قتل أبو مسلم الخرساني وأنها نفوذ الفرس في الدولة العباسية يكرهون خالد بن الوليد لأنه قتل هرمز ويكرهون المثنى بن حارث الشيباني لأنه قتل بهمن ويكرهون هشام بن عتبة لأنه قتل الهرمزان ويكرهون هلال بن علقم التميمي لأنه قتل رستم وهو الذي صاخ صيحته الشهيرة قتلت رستم ورب الكعبة ويكرهون القعقاعة بن عمر التميمي لأنه قتل الفيرزان على مشارف همدان في معركة نهواند ويكرهون النعمان بن ميجرن لأنه قائد جيش المسلمين في معركة نهواند التي تعتبر من المعارك الفاصلة في تاريخ الفتحات الإسلامية في بلاد فارس لذلك سميت بفتح الفتوح ويعود تاريخ وقوع هذه المعركة إلى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطام عام 21 للهجرة على مشارف بلدة نهواند الكائنة في شمال محافظة همدان في بلاد فارس حيث كانت المعركة بين جيوش الفرس السلسانيين وجيوش المسلمين بقيادة النعمان بن ميجرن يكرهون سعد بن أبي وقاس لأنه قائد جيش القادسية الذي تباهى به الرسول قائلا خالي هذا فليرني كل مرء خاله ويكرهون هارون الرشيد لأنه قضى على البرامك الفرس يكرهون صلاح الدين الأيوبي لأنه أنهى حكم الدولة الفاطنية في مصر لذلك نجد دهقنة الفرسي نسج لكل واحد من هؤلاء قصة وألف رواية من الكذب والتدليس لتشويه تاريخ قناديل الإسلام الذين نشروا نوره في أقصى بقاع الأرض فضلا عن دور الآخرين من الصحابة والتابعين الذين لهم الفضل في كثير من المحطات المضيئة في التاريخ الإسلامي لهذا يكرهون العرب لأنهم دكوا قلاع الشرك وأنه دولة المجوز